اهلا بكم في حصتنا المغاربية وملفنا الاول من ليبيا اذ اكد المبعوث الاممي عبدالله باتيلي دعمه للجنة 6 زائد 6 من اجل الوصول الى قوانين انتخابات شاملة وعقب اجتماعه مع وفد من اللجنة في مقر البعثة الاممية في ترابلوس اكد باتيلي ان البعثة مستعدة لتقديم كل اوجه الدعم للجنة لتمكينها من انجاز مهامها في اقرب وقت ممكن كما شدد باتيلي على اهمية دور هذه اللجنة ومسؤولياتها في اصدار القوانين اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقا لما هو مخطط بنهاية العام الجاري وكانت اللجنة قد عقد ثاني اجتماعاتها في ترابلوس الأسبوع الماضي بعد شهر من الاجتماع الاول في الخامس من ابريل حيث اعلنت اللجنة البدء بمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية وارجاء مناقشة شروط الترشح لانتخابات الرئاسة في الوقت الحالي واعربت اللجنة عن املها في الانتهاء من مهامها واصدار قوانين الانتخابات في اقرب وقت في ظل التوافق الحالي بين اعضاء اللجنة يذكر ان لجنة ستة زائد ستة هي لجنة تشريعية مشتركة مؤلفة من ستة اعضاء من المجلس الاعلى للدولة وستة اعضاء من مجلس النواب ومهمتها هي وضع قوانين الانتخابات المقبلة وينضم إلينا ضيفان الآن المناقشة من بن غازي معنا الأستاذ فرج زيدان الباحث في شؤون السياسية والاستراتيجية ينضم إلينا أيضا من ترابلوس المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشارية الأستاذ سنوسي إسماعيل أهلا بكم ومعنا على شاشة الغدى بدأوا من بن غازي مع الدكتور فرج زيدان دكتور فرج يعني بعد كل هذه الاجتماعات أو اجتماعين دعنا نقول أو ثلاثة بالأكثر الاجتماعات التي عقدت حتى الآن ونحن في منتصف هذا الشهر لم يتبقى إلا شهر واحد على نهاية هذه المهلة هل كل التوافقات الأخيرة تأخرت أمام المهلة التي ستنتهي في قضون شهر؟ بداية مساء الخير لحضرتك ولزميل السيد سنوسي إسماعيل وبكل السادة المشاهدين أنا في تقديري بأن المدة ستنفذ دون أن يصل المجلسين إلى حل بشأن النقاط الخلافية العالقة فيما يتعلق بشروط الترشح والسبب هذه المسألة إذا ما نظرنا إليها بنظرة عميقة وواقعية ومن خارج الصندوق كما يقولون الآن باعتبار أنها ثمت قوى فاعلة عندما نتحدث عن غرب البلاد هي أكبر حتى من دور المجلسين ومن دور خالد المشري نفسها وهذه القوى الفاعلة سواء كانت قوى مسلحة أو حتى قوى إديولوجية وفصائل سياسية أخرى الآن ترفض الانتخابات الرئاسية من حيث المبدأ وبالإضافة إلى ذلك هي ترفض شخصيات معينة عندما نتحدث عن شخصية أو المترشح خليفة بالجاسم حفترة المشير قائد العام للقوات المسلحة بالإضافة إلى سيف الإسلام القذافي إذا ما نظرنا إلى مسألة أخرى خاصة في هذا التوقيت الآن ونحن نترقب نتائج العملية الانتخابية في تركيا الآن ولدينا سيناريوان سيناريو يقول بأنه قد يفوز أردغان بغض النظر عن النسبة التي سيفوز بها ومن ثم ستستمر تركيا في سياساتها التوسعية وحزب العدالة والتنمية يرى بوجود أن انتخاب رئيس بشكل مباشر قد يقوض السياسات التوسعية الاستعمارية لتركيا قد يختلف المسألة في حالة ما إذا فازت المعارضة في الحكومة التي تسعى إلى وجود نوع من المصالحة في المنطقة والعودة إلى تصفير المشاكل الآن وبأن قوة تركيا من خلال المصالحة وليس على أساس التوسع رغم أنه لا يوجد يقين حتى لا نبحر كثيرا في هذه النقطة لا يوجد يقين بأن المعارضة ستقوم بهذه المسألة لأن هناك مؤسسات عميقة أخرى كمجلس الأمن القومي المخابرات التركية وما إلى غير ذلك إذن في ظل أيضا إذا ما افترضنا استمرار حزب العدالة والتنمية في الحكم الآن سنقول بأنه في ظل هذه السياسات التوسعية سيعمل حزب العدالة والتنمية على استخدام والمخابرات التركية على استخدام نفوذها في غرب البلاد الآن لعدم الوصول إلى اتفاق من شأنه أن يذهب باتجاه الانتخابات الرئاسية الشاملة التي تشمل بالإضافة المترشحين معينين عندما نتكلم عن المشير خليفة بالقاسة في عفتر أو سيف الإسلام القذافي سيد سنوس إسماعيل هل تتفق مع ما ذكر دكتور فرج زيدان فيما يخص أن غرب البلاد بها قوة فاعلة مسلحة مختلفة أيديولوجيا ترفض بعض الأسماء المترشحين وأيضا الانتخابات التي تجرى حاليا في تركيا وذهبت إلى الدورة الثانية من الاحتمال يفوز بها أردوغان كما يقول دكتور فرج وبالتالي هذا سيؤثر على المشهد داخل الغرب الليبي تحية لك مونة ولي سيد دكتور فرج زيدان ولكل السادة المشاهدين تحية طيبة في هذه المساء الطيبة المبارك أعتقد بأن الوضع في ليبيا يعني يتأثر بكل تأكيد بالإقليم أو لنقل الصراع الإقليمي أو لنقل الخلافة الإقليمي وبالذات أهم دولتين هما تركيا ومصر طبعا موضوع الانتخابات التركية هذا شيء ثانوي أنا أرى أن الصراع أو الخلافات المصرية التركية تأتي في مقدمة العوامل التي تؤثر على الوضع السياسي في ليبيا طبعا ليس فقط تركيا بالإضافة إلى دول خليج بالإضافة إلى حتى الدول المغاربية لكن الخلاف الأساسي معروف بين مصر وتركيا هو الذي ينعكس على الحال السياسي الليبية والتي طبعا صحيح أن هناك أطراف ربما تكون لديها اتجاهات أو مطالب متشددة أو حتى لو نبدأ متشددة إنما هي في نهاية المطالب أو رؤية سياسية تتعلق بالانتخابات هل هي رئاسية وبرلمانية أم برلمانية فقط لكنني أرى أن الرأي الغالب هو أن تكون رئاسية وبرلمانية وإن كنت الحقيقة لا أتفائل كثيرا بإمكانية إجراء انتخابات رئاسية في وقت قريب ربما يكون هناك انتخابات يعني بعد فترة كافية تكون الأوضاع فيها استقرت وتكون الأطراف الليبية المتصارعة تقاربت أكثر طيب أستاذ سلوسيو لكن ليس ردين الوقت رفاية الوقت غير موجودة يعني تبقى شهر واحد فقط كل مرة عندما تجتمع هذه اللجنة يقال أن هناك تفاهمات وتوافقات هل ستترجم هذه التوافقات على الأرض قبل نهاية هذه المدة؟ هذا يتوقف على المناخ الأقليمي أركز هنا على المناخ الأقليمي لأن كما ذكرت سيد فرجو بالفعل انتخابات تركية بطريقة غير مباشرة أثرت في الوضع في ليبيا على أساس أنها في انتظار من الذي يحسم هذه الانتخابات لكي يتوافق مع الدول العربية التي تختلف مع تركيا في الأل السياسي في ليبيا هذه طبعا مسألة مهمة جدا ولذلك ربما يكون هناك تقاربات هناك حتى صفقات لتغيير الواقع الحكومي المنتصن في ليبيا ربما يكون هناك شيء من ذلك القبيل ولكن الهدف الأساسي وهو أن تكون هناك عملية سياسية تفضي إلى انتخابات وهذا هو الحل الذي عليه حكم إجماع عالمي وعلى الأقل الرأي العام في ليبيا يدعم ذلك بغض النظر على الأطراف السياسية أو الأجسام السياسية المستفيدة من الوضع الحالي والتي ربما بعضها يعرقل حتى الانتخابات لكن بشكل عام أعتقد بأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت أنا لا أرى أن بكر شهر ستكفي اللجنة لكي تتوصل إلى قوانين انتخابية تحدد تكون إطار قانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ربما يطالبها التقييم طيب دكتور زيدان نفترض جدلا أنه تم الاتفاق داخل هذه اللجنة على هذه القاعدة ستحال من قبل هذه اللجنة إلى المجلسين ليتم إقرارها في البرلمان أو إقرار في البرلمان قانوني للانتخاب وهذا يجب أن يحضر أيضا من وفقة مجلس الدولة الذي بعدما يتم إقراره سيتم الانتقال إلى المفاوضية العلية لانتخابات لإصدار لائحة ستعمل على ضوئها لفتح باب الترشح ونحن الآن في ضائقة زمنية هل تنضم إلى دكتور أو سادس نوسي اسماعيل فيما يخص أن شهر غير كافي لكل هذا لا هو ولا شهر ولا شهرين أو حتى ثلاثة أشهر المسألة كما قلت لك الآن تجد ثمة موانع بعضها موانع دولية يرتبط بالنفوذ التركي الذي يرقى إلى مرتبة الاحتلال للمنطقة الغربية ثانيا نفوذ الميليشيات المسلحة وبالإضافة إلى ذلك نفوذ بعض الفصائل المؤدلجة بالإضافة إلى وجود بعض المناطق التي لديها حسابات جهوية وتستفيد الآن من الثروة الليبية يعني يدركها غالبية الليبيين الآن خالد المشري أو حتى أعضاء مجلس الدولة ما هم إلا عناصر قليلة لا نقصد استهداف الأشخاص وإنما نتكلم الآن عن وزن خالد المشري بالمقارنة مع هذه المجموعات وأنا أعطيكي مثال آخر عندما كان هناك توافق بين خالد المشري والمستشار عقيلة صالح فيما يتعلق بحكومة فتح بشاغة كان خالد المشري يسير مع هذا الاتجاه وأرسل بالتسكيات لكن هناك ضغط من قبل ميليشيات مسلحة هناك نفوذ تركي مورسة على الرجل الآن جعل الرجل ينقلب الآن ويذهب باتجاه تفسيرات أخرى متهما البرلمان ببعض الخروقات وبعض إلى غير ذلك في إطار مسألة محاولة إيجاد نوع من التبريرات لهذا الانقلاب لخالد المشري لكونه لا يستطيع أن يستمر المسألة كما قلت لك الآن هي تتعلق بمترشحين معينين نتكلم عن المترشح خليفة بالجسم حفتر بشكل أساسي نحن نتكلم الآن بشكل عميق وواقعي بالإضافة إلى المترشح سيف الإسلام القذافي طب لتجهز هذه النقطة هل يمكن الدهاب لانتخابات التشريعية فقط دون رئاسية؟ هل سيسمح المجتمع الليبي بذلك؟ هذه المسألة هذه المسألة لن تقلق أنا في تقديري أيضا هذه القوى الفاعلة كلها تتكلم عن الشعب الليبي وبالنيابة عن الشعب الليبي الآن الشعب الليبي لا حول الأول قوة نتكلم الآن عن القوى الوازنة والفاعلة سواء كانت سياسية أو حتى قوى مسلحة الآن هذه المسألة غير مقبولة إليك عندما نتكلم عن مسألة الانتخابات البرلمانية فقط سترضي تيارات التأزيم في المنطقة الغربية وترضي بعض الأطراف الدولية نتكلم عن النظام التركي بقيادة أردغان أو حتى بريطانيا إلى حد كبير الآن لكن هل هذه المسألة ستكون مقبولة مثلا للجيش الليبي وستكون مقبولة للتيارات الداعمة له في المنطقة الشرقية وستكون مقبولة لبعض الأطراف الأقليمية الأقرى كمصر على سبيل المثال أو حتى فرنسا هذه المسألة لن تكون مقبولة إذن سنصل إلى عدم قيام ونحن الآن سنتكلم عن نظامين نظام يخدم أطراف داخلية بعينها وحلفائها في الخارج وهناك نظام آخر يخدم أطراف داخلية ويخدم حلفائها أيضا الآن السؤال الآن المسألة كما قلت لك الآن أكبر من خالد المشري وعقيلة صالح المسألة منتهية وعبدالله بتيلي سيدخل في بلان بي بلان بي وهي اللجنة رفيعة المستوى السؤال الآن هل ستنتهي هذه الخلافات فيما يتعلق بشروط الترشع الآن حتى مع اللجنة التوجيهية العليا التي ستكون هي تحل محل المجلسين أنا أقول بأن هذه المسألة ستظل عالقة لأن المسألة هي خلاف ما بين مشروعين سياسيين بين مشروع سياسي وطني يريد تطبيق الديمقراطية وفقا لقواعدها المعروفة انتخابات رئاسية وبرلمانية الآن وهذا هو رغبة وديدن الليبيين الذين خرجوا في 17 من فبراير بينما هناك تيارات أخرى الآن تريد أن تفصل شروط اللعبة على مقاسي وإليك التناقضات في الوقت الذي هذه الأطراف الآن ترفض الانتخابات الرئاسية هي تدعم الانتخابات الرئاسية في تركيا شوف التناقضات الآن في هذه النقطة نعم طيب أنتق يا أستاذ سنوز إسماعيل أستاذ سنوز إسماعيل باتيلي جدد مرة أخرى دعمه دعم البعثة الأممية إلى هذه اللجنة لجنة 6 زائد 6 للوصول إلى قوانين انتخابات شاملة ما هو نوع الدعم هل هو لوجيستي وفني أم دعم من نوع آخر صراحة يا مونة موضوع البعث الأممية أنا أراها أنها طرف غير مؤثر حاليا في ليبيا بسبب الخلافات داخل مجلس الأمن بالذات بين الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة ومعهم ربما فرنسا وأيضا من جهة أخرى روسيا والصين فالتأثير لسيد باتيلي هو ليس تأثير كبير للحقيقة ولا يمكنه أن يحسم أي شيء في ليبيا مدام مجلس الأمن منقسم طبعا هذه ناحية مهمة جدا ولكن هناك يعني تأثير أكبر قد يحدث في البلاد بسبب تقارب تقارب الأطراف السياسية يعني هناك تقاربات وهناك تحالفات وهناك يعني اتصالات تحدث بين الشرط والغرب يعني قد يحدث هذا نوع من التحريك في الجمود الحاصل حاليا هذا أتكلم هنا عن ربما التسويات السياسية بشكل عام ولا أتحدث ربما عن إطار القانوني الذي تعمل عليه لجنة 6 زي 6 هو يفترض أنها تعمل ولكن هو الأمر كما دكرت لك مناطمي الوضع الإقليمي المحيط بصراحة إذا لم يكن هناك توافق تركي مصري على وجه التحديد يعني أعتقد بأن الأمر صعب أن يكون هناك عملية سياسية في ليبيا تفضي إلى الانتخابات سيكون هناك بالتأكيد عراقي وسيكون هناك يعني ربما أطراف داخل ليبيا ترى أن من مصلحتها الاستمرار في المشهد أو ربما يعني لا ترى أن الانتخابات القادمة في مصلحتها وبالتالي أعتقد بأن التوافق على الإطار القانوني هو جانبهم بكل تأكيد وأيضا الاتفاق على الجانب العدالة في توزيع التروة لأن هذا أيضا ربما جانب وصلت فيه هذا المسار وصل إلى مستوى جيد لكنه توقف لا أعلم لماذا توقف ربما ربما لأنه يحتاج الأمر إلى توافق سياسي حول النظام طبيعة النظام القادم يعني في ليبيا هل هو نظام لا مركزي هل هو نظام فيدرالي هل هو نظام بسيط لا أحد يعلم الحقيقة إلى حد الآن لكن الاشكالية تضل قائمة والنزاع على النفوذ والثروة سيضل قائم الخلافات بين ربما القوة السياسية بما أنه هناك يعني مناطق فيها نفط ومناطق فيها غاز ومناطق لا يوجد فيها فدائما هناك خلافات وهناك يعني صراعات حول هذه النقطة هذا طبعا عدى التدخلات الدولية التي زي ما ذكرت لك ما لم يكن هناك تواصق على طاولة مجلس الأمن فإن الأمم المتحدة سيكون دورا فقط هو القلق والتعبير عن القلق وإلى آخره ولن يكون هناك أي تأثير لسيد باتيلي في هذا الخضم الحاصل حاليا خاصة أن الأطراف حاليا ربما تسعى كما ذكرت لك عبر اتصالات بين الشرق والغرب ربما إلى مقاربات أو تسفيات سياسية تنجح أو لا تنجح أنا الحقيقة لاستطيع أن نتكاهم بذلك خاصة في ظل ربما يعني عدم التوافق الإقليمي كما حدثوا لك سلفا وأيضا عدم ربما يعني تصادم ربما الاتجاه الأمريكي مع الاتجاه الروسي وإن كان وإن كان هناك ربما تغيرات أكثر في موضوع روسيا لأنها دفعت بسفير فوق العادة ولأن التواصل الدبلوماسي الروسي وصل مع جميع الأطراف تقريبا وصل إلى مستوى عالي جدا وأصبح يعني نشط جدا خاصة مع اجتماع وفد روسيا عالي المستوى مع اللي هو مع المفهودين على الانتخابات وتشجيع روسيا لهذا الاتجاه يعني هذه تغيرات ربما لكن دائما أقول لك بكل صراحة ما لم يكن هناك توافق مصري تركي فأعتقد بأن الأمر من الصعب من الصعب إنجاز عملية سياسية في ليبيا تفضي إلى انتخابات كما هو مأمول طيب دكتور زيدان يعني قبل قليل تحدثت حضرتك عن هذه اللجنة حالما فشلت لجنة ستة زائد ستة سيتم حشر رجلين في الزاوية ودعنا نقول تجميد عمل المجلسين فبالتالي الانتقال إلى بلان بي كما ذكرت حضرتك الذي يتمثل في اللجنة التي سيعلن عنها تعلن عنها البعثة الأممية هل بدأت تتضح ملامح هذه اللجنة هل يبحث باتيلي في الخفاء عن أعضاء هذه اللجنة ولا سيما أن أيضا اللجنة ستصطدم بشروط الترشح الانتخابات صحيح يعني دعينا نقول بأن من الطبيعي جدا بأن أعضاء هذه اللجنة سيكونوا ممثلين للأطراف الفاعلة سواء في الشرق وفي غرب البلاد بالإضافة إلى أشخاص يقال بأنهم يعني من المستقلين وما إلى غير ذلك لكن في جميع الأحوال ستكون الخلافات نفسها عالقة ستكون الخلافات نفسها عالقة لأن مسألة حتى إن تم تمرير هذه القواعد المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية عبر هذه اللجنة تنفيذها على الأرض في الواقع الآن أنا في تقديري بأنه لن يكون سهلا لذلك يعني ولا أريد أن أنتقل بالحلقة إلى مصار آخر أنا أرى بأن لا يوجد الآن أفق في المنظور القريب لأن قد يكون هناك عملية الانتخابات ستجرل بالإضافة إلى مسألة التناقضات الدولية سواء بين الولايات المتحدة وبين روسيا حتى بين الأطراف الأوروبية نفسها بين إيطاليا وبين فرنسا تركيا وبين مصر خاصة في حالة ما إذا استمر نظام حزب العدالة والتنمية أنا في تقديري بأن وحدة الدولة الليبية هذا ما أريد أن أقوله الآن أصبحت على المحك ولا تنتظر هذه التوافقات الدولية والإقليمية ولذلك أنا وجهة نظري الآن حتى ليعود مسلسل للاحتراب الآن ونفلت من مسألة إدارة الدولة الليبية من مركز واحد ألا وهو ترابس الآن أنا وجهة نظري بأنه أصبحت الوقائع السياسية والأمنية والاقتصادية تقول بنا أننا يجب أن نذهب ولو بشكل مرحلي مؤقت إلى اعتماد النظام الاتحادي الفدرالي الذي يضمن لكل الأقليم مع وجود دستور اتحادي يضمن وحدة الدولة الليبية لأن الآن الطبقة المشكلة أن الطبقة الأوليغرشية والطبقة السلطوية والميليشيات المسلحة التي تحكم غرب البلاد ترفض مسألة المشاركة في السلطة وإليك ما حصل من حكومة فتح بشاغة وإبعادها وترفض بالإضافة إلى ذلك مبدأ التوزيع العادل للثروة فأنا في اعتقادي النظام الفدرالي قد يكون آلية أو استراتيجية الآن بحيث الآن نقول أن القابعون في مركز إدارة الدولة الحالي في طرابلس الآن قد يعني يتحكمون في هذا المركز لكن لن يتحكموا في المراكز الأخرى طبعا هذه المسألة لن تكون مقبولة من بعض الأطراف الدولية على رأسها عندما أتحدث عن تركيا بالإضافة إلى ذلك الميليشيات الآن الطبقة الأوليجارشية المتحكمة في الأموال لكن أنا وجد نظري الآن أن كل القوى الوطنية الحية في الأقاليم الأخرى ومناطق الأخرى في برقة وفي فزان الآن عليها فعل أن تضع هذا الطرح لأنه لا حل آخر الآن أنا وجد نظري على المنظور القريب الآن خاصة مع قرب يعني أن المسألة أصبحت تشكل تهديدا لوحدة الدولة الليبية وبأن النظام الفيدرالي قد يكون هو الحل لاستمرار الدولة الليبية قد يكون هو الحل لاستمرار الدولة الليبية طيب أستاذ سنوسي النظام الفيدرالي هو الحل لاستمرار الدولة الليبية كما يقول دكتور زيدان طيب هذا من جهة من جهة أخرى من باستطاعته اليوم عادت هذه الهيبة وأيضا السيادة للدولة الليبية هو موضوع لنقل فيدرالية الدولة أو عادة فيدراليتها طبا هذه مسألة تتعلق بالليبيين يعني يقررها الشعب الليبي بشكل عام لكن أتحدث هنا عن أن النظام الفيدرالي بيكون تأكيد نظام سياسي ناجح في العديد من الدول وربما البعض يتخوف منه لكون ربما يتسبب في انفصال أو ما شابه ولكنني أتصور بأن الأمور ربما تجاوزت هذا التخوف يعني إن كنا نتحدث عن إمكانية انفصال جزء من ليبيا فإن هذا أمر من الواضح أنه يد القوة الدولية اللي سواء كانت قوة عظمى مثل الاتمتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين أو لنتحدث عن القوة الإقليمية مثل تركيا ومصر والجزائر وغيرها يعني هذه الدول كلها نتحدث هنا أيضا عن دول الاتحادة الأوروبي هذه الدول ربما أعتقد أن في مصلحتها أن تكون ليبيا موحدة لأن تقسيمها قد يدخل البلد في مشاكل وفي أين الحدود هذه الدولة وهذه تلك فهذه مسألة يعني ربما لا يمكن حلها وبالتالي النظام الفيدرالي قد يكون بالفعل هو الخيار المتاح بعد أن نخرج من هذا الخضم لكن أتصور أيضا بأن مسألة يعني عن الواقع الإقليمي الذي هو مهم جدا بالنسبة لليبيا الآن في ظل هذه الخلافات بين كما تكرمنا تنائية يعني هي فلاقة تنائية تركيا ومصر إيطاليا وفرنسا روسيا واللوات المتحدة دول أخرى مثل قطر والإمارات أيضا لها تأثير في ليبيا ولها مقاربات مختلفة عربه كلها يعني ربما تصب في اتجاه أن يكون هناك توافق لماذا؟ لأن هناك توازن الآن هو توازن موجود بحكم طبيعة الأمور وما وصلت إليه الخيارات للحرب والحلول العسكرية أثبتت عدم جدواها ويعني إمكانية أن تبقى الأمور كما هي عليه هذا أيضا في عالم السياسة معروف أنه شيء مستحيل لأن هذا ربما يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا مستقبلا لكن لابد من عملية سياسية تكون لها يعني توافق بين ليبيين وتكون مدعومة إقليمين ودوليا على نحو ما وهذا ممكن أنا بصراحة أتحدث هنا عن إمكانية تقارب لطرف الليبية لكي يتحدثوا مع الدول التي لها مصالح في ليبيا أو الدول المتدقنة في ليبيا لكي يكون هناك نوع من المحاولة يعني يعني البحث عن المصالح المشتركة عن النقاط التوازن من أجل يعني إرضاء هذه الدول والصير بالتالي في عملية سياسية يعني غير معارطة عملية سياسية يرضى عنها الليبيين وتكون بشكل نعم أشكرك جزيلا شكر من ترابلوس المتحدة السابق باسم مجلس الدولة لاستشاره السادس نوس إسماعيل كما أشكر أيضا ضيفنا من بنغازي الدكتور فرج زيدنا الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية ضيفانا شكرا جزيلا لكم حصتنا المغاربية متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل نتائج أولية للانتخابات البرلمانية في موريتانيا تظهر تقدم حزب الإنصاف الحاكم اشتركوا في القناة